على رأس الدباجة كلمات محفورة في نهج دستور الجمهورية نحن أبناء وادي الرافدين هذه بداية قول ونهاية للتأوين أو الجدل لم تفرق دباجة صوت الشعب بين شمال أو جنوب بين طوائف أو منابت أو أصول في جلسة من جلسات النواب برئاسة محمد الحلبوس رئيس المجلس الذي كان على لسانه القول الفصل في رد فعل على ما يغضب ليقطع الطريق أمام الحديث الملون برسالة ثابتة للعراقيين كافة انسى أضيف كلمة سنة وشيعة أبدا انسى انسى أضيف كلمة سنة وشيعة ولا قانون بالدولة العراقية كلها لا ساقة ولا الحالية من ذكرت بها سنة وشيعة لا تحريف في الثوابت والأصول هذا صوت للشعب وهنا قبته وهؤلاء نواب عن صوت عراقي واحد يوحد الموحد وعلى رأس الحقوق جذر أساس وفرع ثابت تؤكده المادة الرابعة عشرة من الدستور العراقي تقول العراقيون متسوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ردود أفعال أعادت نبضة دم العراقي في قلوب أبنائه وهم الذين يمتزجون ماءهم ودواءهم ونخلهم لا لونا أو دينا يفرقهم الحلبوس قطع الطريق على المغرضين الذين عاثوا في العراق فسادا وخرابا فحاولوا زراعة الفتنة والتفريق لن نؤسس إلى هذا العروف أبدا أبدا ما أمشيها أبدا ما أمشيها أبدا أكتب كل مكونات شعب العراقي ما عندي مانع ما أكتب كلمة سنة وشعة أبدا وهذا ديدن الرئاسات الثلاث وديدن الوطن بكل أطيافه عراق يغلق بابه أمام المغرضين سنة وضع شعب الوطن المترجم للقناة